أنا ما عرفش إيه البوسترات دي خالص يعني لا هي طلعت من عندي أنا ما عنديش معلومات هي طلعت إزاي لأنه أنت عارفة سوشيال ميديا فيه ناس بتكتهد كتير وفيه ناس بت... يعني ممكن تكون الحاجات دي متركبة وهذا أيضاً اللي حاول يوصله مؤلف العمل أحمد مراد لما نشر البوستر الرسمي اللي عمله وليد الشيشيني من يومين وكتب جنبه جملة من الرواية البوستر التشويقي ما بيبقاش فيه عمتاً أبطل عني أنت ممكن نهارده تعملي تيزر بوستر بس باسم الفيلم أو بحاجة من الحاجات اللي هي محور الفيلم ولي بيأكدها الكلام أنه هالبوسترات ما حدا من الأبطال ولا حتى شركة الإنتاج نشرهم على حساباتهم الرسمية وإنما صارت حديث الكل بعد ما تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وانحكى عنها بالصحافة ما أعتقدش أنها خالص أنها تضر لأنه على السوشال ميديا ممكن أي حد يعمل أي حاجة وهالشي سببه أنه مركز على فكرة مختلفة عن اللي نزل والواضح أنه البوستر رح يحمل شي من الغموض بيشبه طبيعة القصة لما هتنزل البوسترات الرسمية أو البوستر الرسمي للفيلم اللي فيه الأبطال بتوع الفيلم لأنه هم أبطال كتير اكتشف أنه كل شخصية لها وزن كبير في العمل فبالتالي صورهم على البوستر الأصلي هيبقى يعني ليه شكل ملفت جدا ترجمة نانسي قنقر